ناقشها رئيس الوزراء الدكتور معين عبد الملك مع المبعوث الامريكي الخاص لليمن تيم لندر كينغ مسجدات الوضاع للساحة الوطنية في ضوء التصعيد المستمر لمريشة الحوثي وما ترتكبه من جرائم إبادة جماعية ضد المدنيين في العبدية بمارب وما يمثله ذلك من تهديد لعملية السلام ونسل جهود الأممية والدولية المبذولة من أجل الحل السياسي وتطرق الجانبان خلال اتصال هاتفي إلى الدعم الامريكي للحكومة اليمنية للقيام بواجباتها والمضيف استكمال تنفيذ اتفاق رياض والدور المعول عليها في حج التمويلات الدولية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي وتخفيف معاناة الشعب اليمني في هذه الظروف الصعبة وأشهدها رئيس الوزراء بالدعم الامريكي الثابت والمساند للحكومة وشرعية والشعب اليمني وموقفها الواضح والرافض لتصعيد مريشة الحوثي وجرائمها الإنسانية ضد المدنيين والنازحين في مارب وكذا الاستداف المتكرر للعيان المدنية السعودية مؤكدا أن هذا التصعيد مؤشر على إصرار مريشة الحوثي في رفض كل توجهات السلام وتحدي الإرادة الشعبية والدولية تنفيذا لأجندة إيران التخريبية في اليمن والمنطقة ونوها الدكتور معين عبد الملك بالجهود التي يبدلها المبعوث الأمريكي إلى اليمن ومواقفه الواضحة تجاه الدور الإيراني التخريبي في دعم مريشة الحوثي ووقوفها خلف رفض أي حلول سياسية وعرقلة الجهود الأممية والدولية لإحلال السلام مثمنا دورة حارف دعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة في مساعدة الشعب اليمني على إنهاء الانقلاب الحوثي المدعوم إيرانيا واستكمال استعادة الدولة وتطرق رئيس الوزراء إلى ما تقوم به الحكومة من العاصمة المؤقتة عدن من جهود للتعامل مع التحديات المختلفة خاصة في الجوانب الاقتصادية والإنسانية وخطط التعامل مع تراجع أسعار صرف العملة الوطنية وما يمكن أن يقوم به الأشقاء والأصدقاء من دعم لهذه الجهود معربا عن تطلعه للحصول على دعم دوليا عاجل لمساعدة الحكومة على الإيفاء بالتزاماتها وتنفيذ الإصلاحات في الجوانب المختلفة بما ينعكس على حياته ومعيشة المواطنين وتخفيف معاناتهم من جانبه جدد المبعوث الأمريكي إلى اليمن دعم بلاده لعمل الحكومة من العاصمة المؤقتة عدن واستكمال تنفيذ اتفاق رياض وإجراءاتها الهدفة إلى تخفيف معانات اليمنين وكذلك الجهود الأممية المبذولة لإحلال السلام في اليمن مشددا على ضرورة توقف بلشة الحوثي عن هجومها العسكري على محافظة مارب الذي قال إنه يتعارض مع جهود إحلال السلام كما أدانا للسهداف المتعمد والمتكرر للمدنيين والأحياء المدنية والنازحين في محافظة مارب بصواريخ الباليستية والمسيرات وهو ما يعرض مرتكبيها للمساءلة الدولية لتحقيق العدالة